بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم مبارك على محمد هل تعلم بأن شهر رمضان هو شهر الاختيارات اختار الله عز وجل فيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون النبي الرسول الخاتم في شهر رمضان اختار الله سبحانه وتعالى أن يتنزل القرآن في هذا الشهر العظيم في هذا الشهر الكريم اختار الله سبحانه وتعالى فيه ليلة القدر التي نزل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الاختيارات كلها في هذا الشهر المبارك لماذا لا تهتم بقراءة كتاب الله عز وجل وأنت مهتم ولكن زد في ذلك الاهتمام وأكثر من القراءة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مع القرآن في رمضان شيئا كثيرا وخاصة قراءته وتدبره ومراجعته ومن كان يراجع معه إنما هو جبريل عليه السلام الذي كان ينزل فيراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم اجعل بينك وبينك كتاب الله عز وجل صداقة وملازمة في عمرك كله ولكن في رمضان أكثر اشتركوا في القناة